لكن في البداية زي ما احنا متعودين تعالوا نتعرف على الخبر الثقافي اللي معانا النهاردة وهو ان لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة نجيب محفوظ في المجلس الاعلى للثقافة بتقوم دلوقتي بفحص الروايات المتقدمة للمسابقة وتمنح الجائزة لأفضل الروايات المنشورة اللي صدرت خلال عام 2020 أو 2021 للمصريين للعرب المقيمين بالخارج وده كان الخبر الثقافي اللي معانا النهاردة